عن السيارات المستعملة أو سوق سيارات المستعملة وهو جانب لا يمكن تهميشه بطبيعة الحال لأنه موجود في أرض الواقع هناك يعني لاحظنا نحن في المنظمة الجزائرية لحماية وإسجاد المستهلك ومحيطه هناك تراجع في الأسعار قدرناه نحن في المنظمة ما بين 10 إلى 15% ما بين أسعار السيارات المستعملة ما بين عام الماضي والسنة الحالية وهذا مؤشر جيد نعم بطبيعة الحال يعني رغم أنه الآن نحن نرتقب ونراحظ هناك جمود في سوق سيارات المستعملة هذه النقطة مهمة جدا حابت نأكد عليها عبود أستاذ لاحظنا في الوقت الفارت يعني أنه كان في فوضى عارمة في ناحية سوق السيارات المستعملة وكذلك فيما يخص السماسيرات يعني صابوا فرصتهم الآن يعني يكون تدني كبير في الأسعار بخصوص سيارات المستعملة مقاراة بالسيارات الجديدة التي تخرج من الميزون فكيف تشوف الأسعار اللي بينتهم يعني وشي اللي رهي سراء ضربك يعني نعم بطبيعة الحال بدخول على العلامات الجديدة كسيارات جديدة لسوق السيارات الجزائرية سوف يؤثر بطبيعة الحال حتما على سوق سيارات المستعملة وستكون ضربة قادية للسماسرة خاصة في جانب السعر الآن لن نقول ضربة قادية الآن نحن في المنظمة الجزائرية نقول هناك فارق ما بين 10 إلى 15% لغاية الآن ما بين أسعار السيارات المستعملة بين العام الماضي والسنة الحالية هناك فارق هذا الفارق يعني كان العامل الأساسي فيه هو دخول علامات جديدة إلى سوق سيارات الجزائرية وأصبح هناك تخوف الآن تكلمت أن هناك جمود في سوق سيارات المستعملة هذا الجمود سببه تخوف من طرف المستهلكين لأنه لا يريد بين قويسين لا يريد التوجه نحو شراء سيارة مستعملة بمبلغ مرتفع وهناك انفراج في سوق سيارات الجديدة لعلامات لا بأس بها وهي مقبولة خاصة نحن نتكلم عن أزمة في سوق السيارات تجاوز الخمس سنوات نحن الآن عشنا في خمس سنوات دون دخول أي مركبة للجزائر وبالتالي هذا الأمر أدى إلى وجود عجز في سوق السيارات تجاوز المليون سيارة في السوق الوطنية ترجمة نانسي قنقر